مبارح في ملحوظة قلت لما أشوفك هسألك على محمد عواد بدأ المباراة والناس كتيرا كيبتوني ان محمد صبح هو اللي هيبدأ المباراة أربع مباراة لجوزي جوميز اتنين صبحي واثنين عواد أنا مش فهمها فهم يعني انت بقى انت راجل مدارب حراس مال مجدوز طبعا أنا مش معا تقييم حتة ان كل حرس يلعب مبارادي يعني مش معاها يعني دي مش سكتي خالص في موضوع القلدي أنا سكتي الحالة التنفسية اللي ما بتحصل ما بين الحراس الأكفة والأفضل والأجهز بدنيا وزهنيا وخططيا هو اللي بيننفذ اللي أنا عايزه بشكل كويس جدا هو ده اللي في الآخر أنا هلعب به إنما حتة أنا لسه بشوف أنا هلعب بمين أو هدي ده ماتش وده ماتش كده احنا ماشيين بالترتيب ما بين الحراس ده موضوع هيكون النتاج بتاعه في الآخر لحراس نادي زمالك مش كويس لأ أنا لازم أبقى فيه حالة تنفسية إنما طول ما انت كويس انت بتلعب لحد ما تعمل إخفاق مش كويس ونسندك وتكرر لأ هنا لازم زميلك هو اللي عوالي مبالح كان مسؤول عن أي هدف في الهدفين أنا شايف إن الهدف الثاني الهدف الأولاني صعب هاتو الهدف الثاني يا شباب برضو كابتن وصدر أنا شايف إن كان هو عوالي جون كبير وعنده خبرات وجون لعب على المستوى الدولي وجون احترف من أكبر الدولات اللي كانت موجودة فكان لازم يتعامل بأفضل من كده مع الكرة يعني كان لازم يبقى شايف يعني دي تقريبا هو تلات كرات اللي جون العواد دي واحدة منهم وكرتين الهدف الهدف بتاع إمام الأولاني ده ومن الكرات الصعبة أنا على أي حال سمرما يعني دي دي كرة صعبة كان طبعا تمرينها من أفشا إنما الجون التاني يعني أنا شايف إنه هو عواد بخبراته باسمه كبير وبتاريخه القروي لأ كان يقدر يتعامل أفضل من كده بكتير جدا مع الكرة دي ترجمة نانسي قنقر